مرحبا بكم اليوم بش نعملوا مبعضنا حلاء السميد باسهل وابسط طريقة نجيبوا كسرونة ونحطوا فيها كاس سكر ومعاهم كاس ماء نخليهم على النار مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر ويغلي من يغلي يكون جاهز نخلوها على جنب ونجيبوا مقلة ونحطوا فيها ثنين مغارف كبار متاع الزبدة نضوبوا الزبدة ونضيفوا كاس سميد متوسط نحركوهم مع بعض ديما نحركوهم مع بعضهم حتى نتحصلوا على لون السميد يكون ذهبي بهذه الطريقة طبعا النار تكون متوسطة مش قوية ومش ضعيفة هذا اللون اللي حشتنا بيه طاو نجيبوا السكر اللي جاهزناه ونصبوه فوق السميد معاهم كاس حليب ونحركوهم مع بعض حتى نتحصلوا على قوام كريمي تقريبا نفس هذا القوام ونجيبوا سينية ونحطوا فيها خليط السميد اللي جاهزناه ونرصفوه في السينية بالطريقة هاذي بالتساوي ونحطوه على جنب طبعا نحضروا الطبقة الثانية نجيبوا كسرونا نحطوا فيها ثنين اكواب من الحليب ثنين مغارف كبار متاع السكر ثنين مغارف كبار متاع ناشا ومغارفة كبيرة متاع فارينة اللي هي الدقيق ونخلوهم على النار حتى نتحصلوا على قوام كريمي هذا هو تقريبا القوام المناسب طبعا نضيفوا ملعقة كبيرة متاع زبدة ونحركوهم حتى تضوب الزبدة ونبعد نسكبوا الخليط كطبقة ثانية فوق السميد بالطريقة هاذي ونوزعوه بالتساوي من بعد ندخلوه الثلاجة تقريبا ساعتين حتى يتماسك وهذا بعد ما طلعناه من الثلاجة طبعا نقسموه بالسكينة من بعد نزينوه باي شيء كون متوفر عندكم انا حبيت نزينه بشوية فلطق شوفوا المنظر بجدي شاهي وحل السميد جاهز الطعم لا يقاوم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة